اشتركوا في القناة شو هاد الهمروجة اللي دايما عم نحكي فيها عملينا طنة ورنة للسيجارة الالكترونية يعني دايما بس نقول ييه منشوف اصحابنا انه مسكين سيجارة الالكترونية عن جاب برافو عليك اول كلمة منقول برافو عليك انه عم تستعمليها يعني عم تحاول توقف دخان في بنوبرو ايه صار عليها شهران ثلاثة وكتير مرتاحة وكتير مبسوطة وانجا عم دخن شو هي السيجارة الالكترونية السيجارة الالكترونية هي بضعة جديدة هلأ طلعت لانه صار بطل فيه العالم عم تدخن متل ما كانت تدخن قبل سباشيلي بيوروب وبامريكا يعني بالوستن ويلد اخترعوا شي جديد لا يقدر دالهم عم يشتغلوه هي سيجارة بتعطيكي نيكوتين بس ما بتعمل تلوز حواليها هي الكترونيك يعني فيها شي الكترونيك وفيها لكود نيكوتين بحطو نيكوتين سيئل بنحط وبصير الواحد بقدر ياخد نيكوتين بفوت جد نيكوتين عجسمو وبحس حالو كأنه دخن يعني بيرتاح من النيكوتين بيرتاح المدوية من النيكوتين عم يعطيه عم ياخده من هايدي السيجارة يعني بعده بدخل يعني عم بدخل يعني ما بنقول برافو يعني لا ما لازم نقال برافو بالعكس ولازم نقاله للشخص لانه المشكلة بالهادي انه هني حطينا على العلبة انه اذا حدا اخد بيرتاح نيكوتين بيموت مش انه يعني هي عم يكون هلا بدأ بدأ نعرف ما زبوت قدية بيكون بيرتاح موجود النيكوتين بقلب هايدي السيجارة كومبيرنج او اذا عم منقول مقارنة مع السيجارة العادية هني حسب الخرطوشي اللي بيبيعوها بيقولوا انه تقريبا فيه مثلا الخرطوشي قد علبة فيه خرطوشي قد علبتان حسب كل واحد شو بيدخن خرطوشي ايه ايه بها اللي انت ما بتاخدها كلها يعني اكساك تخدها كلها منها بشيلها ومتحطها برجع بشربها بس المشكلة لانه صارت مسموحة نعم يعني فيني ادنا ندخنها بالمطعم فيني دخنها بالمكتب سو انا عضلني عم بعمل عم دخنها وهي ده اللي ما بتزعج اصحابنا اللي حوالينا لانه ما عم بطلع الدخان سو صارت انا عم دخن عطول صار اللي عم استعمل اللي سيجارة عم يضله يدخن صح وعم ياخد اكتر نيكوتين مكان لو انه عم يدخن سيجارة عليها يعني بالعكس رحي علق فيها اكتر مانه هو يفكر حاله انه عم بيبطل يوقف دخان طب اذا بدنا نحكي عن الدراسات او نتيج الدراسات اللي اجريت عليها شو طرعت النتيجة في دراسات اول شي اول ما نزلت نسمحت بكل العالم الغربي في دراسات عملوا هلا بلشوا يعملوا دراسات عن المدار الصحي طبعا وبلشوا يلاقوا منشينيك بلشوا يحطوا هلا على العلبي انه انتبهوا ما فيكن تاخدوا اوفردوز مننا لانه اوفردوز نيكوتين واحد بيقتل نحن عملنا دراسة ببريطانيا عملنا دراسة على الاشخاص اللي بلشوا يستعملوا الاي سيجارة ليوقفوا دخان ولقينا انه اربعة وثمينين بالمئة منهم عم يضلوا يدخنوا الاي سيجارة بالمحلات الممنوع يدخنوا فيها وعم يدخنوا السيجارة بالمحلات المسموح فيها شو عملنا ما عملنا شي يعني ما عملنا شي بالعاكس رنا عم ناخد ايه اكتر في كمان هيكة مثل خابريس معناها انه اذا اذا ندخن الاثنين مع بعض بيقزي بعض اكتر لانه الجسم ما بتحمل هالقدي نيكوتين بقوة هي هايدي المشكلة طيب هلأ هون تعرف كيفو تصير انه نحنا عم نريح اللي حوالينا بس بس نحنا عم نتعب حالنا زيادة بس نحنا اللي عم نتعب حالنا زيادة طيب اذا بنا نحكي عن السيجارة يلي بقلبة لمبة وقلبة خرطوشة في فرق بينه ايه طبعا السيجارة يلي بقلبة لمبة صارت متل هايدي متل اللي عم يضحك المدخن عم يضحك عحاله عم يحط بايده شيء متل اللي بحط بايده ألم او بحط اسبع سوس او اي شيء انه هو كأنه عم يدخن بس بيعمل له هيك بتضوي اللمبة بحس حاله انه هو يدخن بس لا فيها نيكوتين ولا فيها اي شيء بس هايدي لالعالم اللي بيعتقدوا انه الدخان عادي اوكي هايدي بتخليوني يشيل انه هني عم يعملوا شيء بايده هي نفسية اكتر اذا بدك من طبعا طبعا هاي المشكلة مانا عادي والكتير المدخنين بيعتقدوا انه هي عادي او بيقولوا انه هني علقانين انه الدخان هو عادي هني المدخن بدخن بس لانه مدمن نيكوتين ما في سبب تاني بدخن لانه بيجي عبل جسمه بيطلب شوية نيكوتين بيقوم بيولع سيجارة رح نحكي انه الطريقة يمكن اللي كيف فينا نوقف او نبطل التدخينية طبعا اول شيء والارادة بس انه اذا بدنا نحكي ادي اذا عن جد عن جد بتساعد توقف على الدخان ام لا يعني ادي يعني هو بنهي يمكن واحد بيقوله انه شوية شوية بياخد النيكوتين اللي جسمي عادة بحاشته بس بخفف له الدزاج مع الوقت بس هي قدي ممكن انا اذا بعمل عليها كونترول قدي ممكن عن جد انه تساعد واقف الدخان هقلك الدراسات اللي انعملت وباست اون ستاستيكس يعني يلي بيستعمل الاي سيجارة ضلوا على بعد سبت شهر وقدر واقف دخان هني سبعة بالمية هني نفسهم سبعة بالمية كمان يلي بيستعملوا النيكوتين باتش اللي بحطوا اللازقة وخمسة بالمية من العنم اللي مدخنين اللي نعطوا بلاسيبو بلاسيبو يعني حبة ما فيها شيء لان منه دوء ولا شيء بس المريض بيكون او الشخص اللي عم يخدم فكر حاله اللي عم ياخد نيكوتين اللي اناخد باتش ما فيها شيء ما فيها نيكوتين بس كان عم يلزقه خمسة بالمية كمان وقف دخان اوكي انا عم يعني منه هالعالم من زاد التوقيف الدخان اللي هيدا سبعة بالمية يعني عم نحكي تلاتة وتسعين بالمية فشل مش سبعة بالمية نجاح بلوا وقفوا ستة شهر يعني مشي بورساتهاش كتير وقفين حكا فيه اكزاكلي يعني كأنه واحد اوقف بقوة ارادته اوكي طب بس هون عم تقول عم نحتال عليهم وقتا نقول عم نعطيهم الحبة اللي هي ما فيها شيء يعني مثل احنا وصغار انا بتذكر انه ما بتعطيني ممكن حبة عدسة اللي هيدي الدواء لانه قدي موجوعه احسن جاري اكزاكلي خذي افكرة نفكرة دواء اكزاكلي الكرميل اللي موجوع براسه حتى واحد يفكر حاله موجوعه وهيدا اللي بفرجي انه الدخان هاي انه واحد يوقفه انه فيه علم تقدر توقف حتى على البلاسيبو على ال ما بتدخين حضرتك اذا انا كنت مدخين انا كنت مدخين انا كنت مدخين اربع خمس علاب اوكيtaa م Ling Exchange ما عندي صورة بلا سيجاره مع معايش حياتك انت هوالين بالسيجاره طب كيف سؤال كيف اقدري بس تروح السيجاره من هون سينيورهاد اين احنا حاطول هولي كلهم كذبات اللي مدخن بيحطهم بحاله يعني هو بيكذب حاله لا يقنع حاله انه هو انه بينبسط بالسجارة بس لا يقدر واحد اي شخصي يقدر يوقف بسهولة وبالما يديه بل يشير السجارة من رأسه ولا يقدر يشيرها بده يعرف شه يعني يرجع يشير كل هول الكذبات اللي هو بيحطهم براسه طب خلنا نقول للمشاهدين شو من خلال الدراسات اللي اجريت النتائج اضراره للإي سجارات اضرار الإي سجارات هلأ الأضرار اللي بعد عشر سنين وعشرين سنين بعد ما بيانه لانه ما صلى صلى كم سنين بس بالسوق وانه اصلا مش دارسينا وازبوط يعني اللي كنا عم نحكي قبل على الهوة انه كيف فجأة انه صارت موجودة وفجأة صارنا عم نسمع فيها كتير والعالم كتير عم تستعملها وتاخدها انه ما بعرف ليه انه اخدينا براسنا انه هالنتيجة اكيد مضمونة انه خلص زي بلاشت فيها وبدغني بقدر واقف وما بتدايق وكذا وقدر واقف وعم نحكي انه يمكن هد ما عملو لها ماركتينج واعلانات وقصص انه استعملوها وكتير منيحاول ونحنا مش مؤكدين انه نتيجة فعالة هي بلشت بالصين بالصين عملو بلش هو بعدين انتبهوا الامريكان انه يه والتوباكو اندستري والفارماستيكل انه هيدا بزنس جديد حلو وبلشوا هلأ هني فاتوا فيها وبلشوا يزبطوها الأمبلاج ويعملوها الباكتجينج المرتب ويعملوها الماركتينج المرتب ويجاملوها وماركدينج وهيدا انه فيك يتدخن انت وما بيضايق غيرك ليك شو حلو يعني لكل المدخنين هيدا حلم انه يقدري يدخن وما يضايق غيره وانه ما يتضايق بلشوا فيها انه ما متعمل ما بمتعمل ما بتضايقك بعدين هلأ بلش يقولوا انه لأ فيه سائد افاكتس بدكن تنتبهو شوي 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 ويتراجعوا شوي 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 وبعدهم هيدراجعوا يعني حويلو يتراجعوا لانه مثل السيجارة يعني إلي مدمن نيكوتين إذا أخذ النيكوتين بالسيجارة ولا بيليه سيجارة ولا بيحبه ولا بلزقه ولا بعلكه ولا بأي شيء بعضه مدمن يعني ما تغير شيء بحياته صحيح بعضه هم يعمل نفسه بغلطة طبيعي عادة كنا نقول لأنه مكانوا موجودين باللبنان دايما نطلبون من بره أحلى تجي أحسن أقوى أهو أنضف بركة من بره بديو أنضف فإنه قالوا من جاي على لبنان عم تليس جي أطعو لنا كنا عم نحكي قبل أنه بلبنان منعينا لحصن الحظ ولكن في بعض الأشخاص عم بيقولوا رجعت عم تنمواجد عم تنمواجد بركة مؤخرا هلأ عم بيجيبوها ما عم لنلكون تتروحوا تجيبوها بنيها بس إنه للأسف عم بتكون موجودة بالسوق كيف فينا نخلص من الدخان كيف فينا نخلص من الدخان كتير هين لوحد يوقف دخان بس هن المدخنين بيصعبوه على حالا كتير عالم بيعتقدوا إنه المدخن إنه بدأ قوة إرادة لوحد يوقف دخان وإنه المدخن ما عنده إرادة قوية المدخن أكتر إنسان عنده إرادة لأنه قولي لأي المدخن بنقطع ساعتين تاني الصبح بالله المدخان مستعد يبروم كل لبنان مشي على أجر وحدة ليلاقي علب الدخان وقداعها كلنا أنا كنت هيك كل المدخنين هيك كلنا منعرف هيدا شي بس المهم نقدر نشوف سيجارة على حقيقتها ونشوف إنه هي مقلة ما بتعطينا شي لا لزة ولا هيدا ولا طيب بعد الأكل ولا طيب قبل الأكل الأكل طيب بلا سيجارة الأهوة طيبة بلا سيجارة كله نهولي الأهوة حلوة بلا سيجارة وبس يعرف المدخن إنه هو بس بدخن لأنه مدمن نيكوتين بتصير هيني عليه وقف لأنه مدمن بس لأنه إتس نيكوتين أدكشن والحلو نيكوتين إتس نيكوتين أدكشن يعني إتس نيكوتين ما أنه دراج قوي الواحد بيظهر من جسمه ضغري وما بيضيق وما بيوجع ما بيعرق ما بيصير معه شي يعني مش برأيك إنه وبلشو هيدا الفكرة إنه ناخد العلبة كل يوم منشيل اتنين منها من نقص منها اتنين لأنه نشرب عدد أقل إنه هيك نخففها هيدا كمان حلم كل مدخن إنه يصير دخن بس يجعى باله إيه ما تزبط لأ يعني في ناس بتقول إنه أنا بيخذ مثلا علبتين بالنهار خليني بلش إنه كل يوم شيل أو لنقول علب منهار رح شيل منها سيجارتين إنه حتى إنه بخلصها بس إنه هي أرد يميشيل منها اتنين برجع نهار اللي بعدها بشيل منها ثلاثة بصير وحدة 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 بركب وصل النهار إنه نيكوتين بصير حاجة لقلوة أقل يا ريت هيك طالما أنا بعم بيخذ نيكوتين الجسمي بده حيرجع يطلب المشكلة بهذه الطريقة إنه حتى لو صلت للسرعة عم دخن سيجارة واحدة بالنهار حيضلني كل نهاري عالساعة إجا وقت سيجارة ولا لا دخنا هلا ولا دخنا بعد شوية بصير وسويس براسة بصير وسويس طب ما الدكتور بيقول لك خد خمسة ثلاثة بالنهار الدكتور بيقول لك خد خمسة لأنه ما قدراني يقلك واقفة ما عم يعرف الطريقة عم يعرف إنه العالم اللي مدخن ما عم ما قدري واقف بدل ما ديخد أربعين خد خمسة ماشي الحال ماشينا يعني لأنه أخف شوي يعني بس إنه تنينيتون وغلط تنينيتون مم بس اللي دخن الثلاثة رح يدخن أكتر اللي بدخن نحنا حتى منقول اللي بدخن وانبوف بس شفتها وحدة بيرجع بيعلى وبيضله يدخن نظبط عاكل حال أنا بدي بدي تشكرك تانكيو سو ماتش وعلى أمل إنه إذا شفتوها مش تعلقوا فيها وباليها بيكون كتير أحسن حتى لو كانت موجودة وموجودة يعني بمتناول إيديكن بتشكرك عن جديد نسي نتوقف مع فاصل أعلاني ومن بعدها منكون معلمة بي لا شادي ما فيه إنساك ما رح إنساك رشت ملاح أكيد وبيشوفي معلمة